وبتكون مسئولية إدارة بيت صغير مكون منها هي وجوزها بس بتحسها كبيرة عليها ومسئولية ضخمة مش عارفة تدرها وعايزة اللي ساعدها عليها وبدل من ساعدها لا نضغط عليها ونكون عايزين نحملها شغل ومسئولية بيت كبير بتهرب منه صاحبة البيت اللي هي قادرة بإدارة شؤون بيتها وعندها الخبرة الكافية لتحمل مسئولياته وعايزة ترميه على بنت صغيرة وتبتدي كتير من الأوامر اللي بتحاول البنت إنها تنفذها في محولة منها لإرضاءها وإرضاء كل أهل البيت وتمشي على كل أوامرهم وتلاقي نفسها في أشغال شاقة طول النهار خدمة في الأم والأب والأخوات اللي عايز كل واحد فيهم إنه يتحكم فيها وفي الآخر يوصل بيهم الحال في كتير من الأحيان ومن بعض الأهالي للشتيمة والأهانة والضرب والزوج هنا بيكون عديم الشخصية مع أهله ودايما رافع شعار مقدرش أزعى الأهلي وهو في الحقيقة جبان مش قادر غير على مراته الضعيفة اللي لا حول ليها ولا قوة وبيكون مد الأهله جميع الصلاحيات في التدخل في خصوصيتها بتوصل إنهم ياخدوا مفتاح شاقتها وتكون مباحة ليهم يدخلوها في أي وقت وأحيانا كمان بيحرم عليها هي إنها تدخلها غير بالليل على النوم ويستمر الضغط عليها لحد البنت ما تكره البيت وتزوج وأهله والنتيجة إنها تهرب وتطلب الطلاق وتكون تجربة قصية ومرة على بنت صغيرة كانت عايزة تعمر وتبني أسرة وحياة تعالوا نعرف بتقول صاحبة الحكاية عندي 22 سنة اتخطبت وأنا في سنة ربعة في الجمعة وتجوزت بعد ظهور النتيجة كان جوازي جواز تقليدي ومع إني حبيته في فترة الخطوبة لكن الجواز ما استمرش غير سنة وحدة لكني شفت في السنة دي اللي قبرني أضعاف أضعاف عمري وقرهني في كل حاجة من حوالي وخلاني أشوف الناس والدنيا في أبشع صورة ممكن أي حد يشوفها بدأت الحكاية بفرح كبير وزغارية والكل بيهني ويبارك وأنا سعيدة وطيرة من السعادة لإني بحقق حلمي اللي هو حلم كل بنت بلبس الفستان الأبيض الجميل وإنها بيه بتبدأ حياتها وتكوين أسرتها اتجوزت في بيت عيلة وما كنتش بعرف أعمل شغل المطبخ ولا البيت لإني كنت دايماً مشغولة في المذاكرة والدراسة لكن كنت مطمنة أني دخلة في بيت عيلة وقلت أكيد حماتي هتعلمني كل حاجة لإنها زي ماما وحسيت أني دخلة على حياة سعيدة فرجت فيها أحلام كتير حلوة لسنين كتير جاية لكن ما كنتش عرفة أني دخلة على حياة أسية دخلة على الجحيم بعينه من أول أيام الجواز وأنا عروسة جديدة حكمت علي حماتي وحماية أني أنزل أشتغل في بيت العيلة ما كانش عندي إعتراض لكن قلت الحماتي أعلميني لإني لسه معرفش أطبخ لقيتها بتزعقلي وبتعيرني وبتقول لي هو أنت مستنياني أني أنا اللي أعلمك وابتدى الخناء معايا كل ما تلاقيني مش عارفة أعمل حاجة وتروح تقول لي حماية ويفضلوا يزعقوا لي لكني اتعلمت كل شغل المطبخ والبيت عشان أرضيهم لكن حماتي كانت بتتلكتلي على أي غلطة حتى لو بسيطة وزي ما يكون حطاني في دمخة ودايما بتحرد أهل البيت كله علي وكانت النتيجة الشتيمة وأحيانا الضرب من حماية ولما كنت أعيط كانوا يقولولي أعيطي العياط مش هينفعك أنت زي الكلبة هنا وتحت رجلينة ولما كنت أستكي لجوزي كان يقولي ما أقدرش أزعل أبويا وأمي أنت تتعوضي لكن أبويا وأمي ما يتعوضوش حتى مفتاح شقتي كان معاهم على طول فيها واغذين راحتهم فيها ليل نهار حتى ضيفهم كانوا بيستقبلوهم فيها وأنا مطحونة طول النهار تحت في شغل البيت ولما كنت أطلب أن أخوات جوزي البنات يساعدوني ما كنتش بلائي غير الضرب والشتيمة والأهانة ومع كل ده استحملت وقلت أسمع كلامهم وأكيد هيجي اليوم اللي هيحبوني فيه ويعتبروني زي بنتهم ولما حصل حمل ومهما أكون تعبانة كانوا يغصبوا علي أني أشتغل بالعافية ويقولولي كل الستات بتحمل وتشتغل في البيت عادي فكنت باجي على نفسي وصحتي وأعمل كل شغل البيت عشان أرضيهم والإني خايفة منهم وفضلت أشتغل شغل البيت كله من غير مرتاح يوم واحد حتى لو كنت بموت من التعب وجوزي شايف كل ده وعجبه كل اللي بيعملوه أهله فيا وما يقدرش يتكلم معاهم لحد الحمل ما نزل بعد ما كنت هموت وهم حتى مش عايزيني ودوني للدكتور واتصلت بأهلي وقلت لهم تعالوا خدوني أنا بموت ومشيت مع أهلي ورفضت إني أرجع لجوزي تاني لإني كرهته وكرهت أهله وطلبت الطلاق واتطلقت بعد ما عشت تجربة وحياة صعبة حولت الدنيا لجحيم ما فيش أجمل ولا أحسن من لمة العيلة لكن لما الكبير يحتضن الصغير ويكون معين ليه لازم كل حما تتقي ربنا في بنات الناس وتعرف إنها أمانة في بيتها اللي لو عملتها زي بنتها هنقدر وقتها نعيش كلنا تحت سقف بيت واحد كله راحة وأمن وأمان ليه بنحول كل شيء جميل لشيء قبيح لكبوس لكل خايف منه ليه بنكره البنت في الجواز في بيت العيلة اللي كان زمان ميزة واللي حولناه إحنا بأفعلنا لعيب لازم نعرف كلنا إن البنت مش ملزمة بخدمة حمدها إلا برضاها وده يكون قرم منها وإلى حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر